اشتركوا في القناة 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 موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سواء اشتركوا في القناة 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 وكانت هناك لجان في معظم دوائر الانتخابية في الكويت ومعظم مناطقها لكنها أغلقت لعدم استمرار أنشطة أعضائها في ذلك الفترات لانشغالهم في أمور الحياة وبالتالي ما كان في موقف أو عزوف عن المشاركة في الدوائر الأسف ما يسمى الدوائر الخارجية لكنها لأنها لم توفر الإمكانيات التنظيمية السنوات طويلة يعني التاريخ المنبر عنده خلال هالسنوات هذه كلها ما وجد فرصة في السابق أنها يعيد ترتيب أوراقه بحيث أنه ينتشر لأنه كانت هناك كثير من الملامات التي تلقى على توجه للمنبر بأنكم أنتم مو منتشرين محصورين في الدائرة الأولى الثانية الثالثة وبالتالي بقية الدوار أنتم مفتعلين عنها تماما هل أكون نهت جديد الآن المنبر أنه يريد أن ينتشر أكثر؟ شوفوا بس هو تفسير حق العزوف في فترة السابقة عزوف في فترة السابقة مو بناء على توجه إنما نشارك ونحصر تشاطرنا داخلاتنا الداخلية هو لأنه ما فيه مبادرة من كوادرنا وكوادر التير الوطني فيه فتح إمكانياتهم أو مقرات للمنبر الديمقراطي ولمنبر الديمقراطي إمكانيات المادية محدودة جدا مودعا ضعيفة جدا وبالتالي هو يعتمد على دعم عناصره في فتح مراكزة الدرجلة من تبرعاتهم في مواقعهم في أماكنهم الخاصة فما كان فيه عزوف مهم منهج إنجاز التعبير أكو قبول أو أكو هل هناك الطريق غيرا نقول الطريق هل هو سالك وسهل في المناطق الخارجية لانتشار المنبر في النهاية المنبر يعني نمثل تيار مدني تيار ينادي بالحريات الانفتاح تيار لبرالي انتشاره في المناطق الخارجية بوجود القبائل هناك ما راح هناك يوجد عوائق لكم؟ ومن قال إن القبائل هي قوة تخلف ضد المدنية عدري محد قال ومن قال إن القبائل ضد دولة المؤسسات ومن قال إن القبائل ضد التنمية ومن قال إن كل مكونات المجتمع الكويتي ضد هذا من قال إن الناس ضد بناء دولة مؤسسات ترى يعني حصر يعني الفهم المدني عن فئة معينة أنا شخصياً أرفضها جملة ونتم صفصيلة لأنه مو حقيقة مو صحيح والدليل بروز كثير من عناصر الشباب الكويتي من مختلف مكونات مجتمعنا الجميلة في كل الحراك السياسي هذا يؤكد إن مشاركة أفراد المجتمع بفعالية في كل فعاليات السوقان السياسية أو ثقافية والسماعية ما تعتقد إن راح يكون هناك عوائق لخلينا نقول تقبل فكر المنبر بالعكس أنا أعتقد إن راح أحصل دعم ومساندة ومباركة وبالفعل يعني حصلنا كثير راح تستمرون؟ طبعاً حنا أساساً حصلنا على تبريكات ومشاركة من كثير من شباب مناطق إنه تأخرتوا لكن يا حلو مرحبا فيكم دائرة الخمسة متابعة الدائرة الرائعة والدائرة الخمسة يجي هالدور إن شاء الله كما تبرع أحد إخواننا في مقر له طيب خلينا لا أتكلم أكثر على موضوع التحديات الداخلية التي تواجه المنبر الديمقراطي يمكن أحد أبرز التحديات التي كانت تواجه الأمان العامة السابقة أو في سنوات القليلة الماضية موضوع الاستقالات التي شهدها المنبر الديمقراطي خلينا في البداية أتوقف عند النائب السابق صالح الملة أين صالح الملة الآن من المنبر الديمقراطي؟ هو في السابق قدم استقالته شنو مصيرها اليوم؟ صالح الملة لا زال موجودة من المنبر الديمقراطي لا 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 ولم يقدم استقالها مكتوبة أصلا صالح أعتقد أطلع تغريدة في موضوع الاستقالة احتجاجا على بيان أصدرها المنبر الديمقراطي في إحداث صباح الناصر فبالتالي أزعجها يمكن هذا الأمر واحدا استقالة احتجاجها لكن لم تكن استقالها فعلية وصالح لا زال موجود وينسق ويانا في كل الفعاليات التي يقوم فيها اليوم فبالتالي صالح لا زال عضو موجود لا زال عضو فعال أيضا مشارك في المنبر الديمقراطي في فعالي فبالتالي حتى الحين دعونا نقول التقارب للبعض قاعد يلحظها بين النائب السابق الفاضل صالح الملة والدكتور عبيد الوسمي في تنظيم بعض الفعاليات في الدائرة الرابعة أو في الدائرة الأولى هذي كلها قاعد تصير الآن بالتنسيق مع المنبر وتحت مظلة المنبر لا مو تحت مظلة المنبر لكن المنبر يبارك هذه الخطوة لأن موضوع الحوار نحن أساسا يعني مبادرين فيه وإذا استمعت للكلمة اللي عديتوها في بداية البرنامج في مقر نابل السابق بسلم البراك أكدنا على موضوع الحوار ونفترض لكوفر مناخ وأنا أعتقد الأستاذ الأفاضل صالح الملة والدكتور عبيد الوسمي وآخرين فاتحين بيوتهم وندواتهم لموضوع الحوار وأنا أعتقد هذه المسألة الإيجابية ومحتاجينها فإننا نبارك لها لكنها ليست تحت رضواتها هذا بالنسبة لنفيت تقول لنا صالح الملة لا زال تحت مظلة المنبر الديمقراطي النائب السابق الفاضل عبدالله النيباري أيضا قدم استقالته في المرحلة السابقة شنو مصير هاليوم هالعضو محمد لم يقدم استقالته ما قدم استقالته محمد قدم استقالته من المكتب السياسي السابق زين لظروف خاصة جدا لم يقدم استقالته عضو فعال ومساند دعم الكلام اللي طلع في الصحافة في ذلك الوقت بأن استقالة عبدالله النيباري كانت بسبب اعتراضة على طبيعة العلاقة بين المنبر وبين التحالف الوطني هذا الكلام صحيح شوف عمار دا سمحت لي التيار وطني مستهدف من بعد ما أسس الدستور والمنبر الديمقراطي أحد واجهات التيار وطني ضرب التيار وطني في إطلاق الإشاعات ومحاولة ضعافة هذه منهج وشبعنا منه حيننا صارت عندنا مناعة ضدهم كثير من القوة تحاول تمزق الحركة الوطنية والتار الوطني عبر واجهاتها أو عبر كوادرة بإطلاق جملة من الإشاعات ما تفضلت فيها من صحيح محمد من صحيح عضو النباري لم يستطيع لا زال عضو فيه لا زال عضو مساند طيب أحمد العبيد مرشح الدائرة الأولى في الانتخابات الأخيرة قرر أنه يكسر قرار المنبر الديمقراطي بعدم المشاركة في الانتخابات وقرر أنه يشانك في الانتخابات هل بتيتوا في موضوع استبعاد أحمد العبيد؟ هل لا زال الباب مفتوح لأحمد العبيد؟ بالنسبة لبوفيصل أحمد العبيد هو هذا قراره أنه لا يلتزم بقرار التنظيم في نزول الانتخابات التي حنا أخذ القرار في مقاطعتها وهذا قراره هو وأحمد العبيد مستقيل من المنبر والجمعية العمومية قررت استغالتها من العبيد ومعظف المنبر الديمقراطي الجمعية العمومية الأخيرة الأخيرة هي بالضمن الاستغالات التي كانت تمدت كانت استغالت تعليقك على كلام سعود السمكة الكاتب الصحفي فاضل ذكر علق على هذا الموضوع ذكرنا الإخوان المسلمون تحذر كوادرها من الطرد إذا مات جرائيا منهم بموارسة حقها في الانتخابات والترشح وكذلك المنبر الديمقراطي فعلت تحذير نفسه فإذا كانت الدكتاتورية عند الاخوان مقبولة كونهم تأسسوا على هذه الثقافة فماذا يسمى بيان المنبر تعليقك باختصار قبل ما أطلع الفاصل أعتقد سعود السمكة صار لفترة يضرب كل الحركة الإصلاحية ومو بس المنبر الديمقراطي يعني حاول يقول أنها أكو دكتاتورية عند الاخوان وعند المنبر حاولت خلط الأمور للأسف يعني مو يعني هذه كتبات سعود السمكة اللي نعرفها يعني توجه إصلاحي صار لفترة يراكم موجة ثانية دكتور أحمد المنيز ديوان الجابرية علاقتكم مع التحالف الوطني الديمقراطي راح أسمع منك الجواب على المنصة بعد هذا الفاصل القصير خلكم معه ولنا الحق في الاختيار التحبير عن هذا الرأي وحدود سقفة لكن اللي ما نحق فيه هو وطننا اختيار وطننا هذا أمر قدر ما نقدر اليوم نصد عن ما يحدث في الوطن من ضياء ما نقدر اليوم نقول والله يعني هذا أراء الناس وتصرفات سلطة تنفيذية وكل من يحب العرأية البلد قاعدة تضيع للأمانة البلد قاعدة تضيع إذا لم نحرك ساكن وانتعامل وانتعاطى مع ما يحدث في الكويت اليوم بنفس جاد وبنفس تملكة وطنية عالية وبحس المسؤولية بالتعاون صحيح ننتقد بعضنا صحيح عندنا ملاحظات كثيرة على أداء وسلوك بعض فعالياتنا وبعض الكترة السياسية وبعض الحراك اللي موجود في الشارع هذا أمر نعم نختلف ونتفق حوله لكن اللي ما يصح ولا يمكن الخبول فيه أننا نتم في منصات المشاهدة لما يحدثوا في الكويت ونقعد ساكني ما نحرك ساكني حياكم ومشاهدون كرام ومشاهد لازال حوارنا مستمر حوال التحديات التي تواجه العمانة العامة الجديدة موضوع استقالات توقفنا قبل الفاصل عند صالح الملع أبدو أن عباري أحمد العبيد دكتور أحمد سامي المنيس أصدر بيان البعض صنفنا بيان شديد اللهجة وأعلن استقالته من المنبر الديمقراطي وين أحمد المنيس اليوم من المنبر دكتور أحمد المنيس مستقيل من المنبر بتيت في استقالته بتينا في استقالته الثالي هو لا موضوع من المنبر الله أرجع قدم استقالته من أعلى موقف حدد هو ببيانه شنو تليقك على طبعا البيان كان طويل فيه كثير من النقاط أنا ما ودي طبعا استعرض كل النقاط لكن إذا أتكلم عن نقطة واحدة مثلا فقط تحالف المنبر مع قوة الفساد والتخالف الرجعية وتقوية شوكتهم على الرغم من مواقفهم حول الحريات والانقلاب على الدستور وتورط الكثير منهم في أنشطة مخالفة للقوانين واقتحامهم لمجلس الأمة تحالف المنبر مع خصم سياسي خطير جدا وهو التيار الدين الأخواني تشخيصه دقيق ل لا عزيز عمار هذا طبعا مو بس تشخيص دكتور الرحمن يعني هذا الحقيقة يعني موغف تبنى كثير من أبناء شعبنا كثير ما في شك يعني الأحداث السياسية بفوضوياتها بصحبها بإزعاجها نزعجت الناس نزعجت حين من الأحداث كلها لكن يعني تركت كل قضايا الفساد وكل يعني القضايا اللي عاقة تتقدمنا كدولة وكمجتمع وتمسكنا في الدستور والتزامنا في مبادئ وركزت سبب الفشل في هذه المجموعة وهذا قرار خطيء خطأ مو صحي نظرة قاصرة مو صحي لا ما أقول لك نظرة قاصرة هي يعني أنا أعتقد دعم ضد نظرة موجهة لم تكن نظرة شاملة لما يحدث في البعض الوطن ما حدث خلال السنوات السابقة هو نتيجة تصرف السلطة خلال السنوات كلها من الستينات إلى اليوم طيب يعني هذه كلها تراكمات أدت إلى الوضع المتعزم لحنا وبالتالي بما أنه استقال دكتور أحمد سامن المنيس من المنبر الآن لا توجد علاقة للمنبر الديمقراطي مع ديوان المنيس للأسف لا توجد دكتور محمد العبد الجاذر نائب السابق الفاضل قدم استقالته أيضا من المنبر حسب ما انقلت أيضا بعض وسائل الإعلام وإحدى الصحف المحلية جريدة القبس في ذلك الوقت ذكرت في نوفمبر 2012 أن الاستقالة تمت على خلفية التخبطات الأخيرة في مواقف المنبر وما صحبها من تصريحات وبيانات اتجاه ما يجري على الساحة السياسية كلام هذا دقيق لا مودة ولا لا أصل أحمد العبد الجاذر ما استقال لا لا ما استقال أحمد العبد الجاذر عبده تحفظه انتقاده اعتراضه حالة حال أي عضو في المنبر يبدون تحفظاتهم اعتراضهم على كثير بالقضايا لكن لم يقدم استقال لا زال موجود لا زال حظه موجود الخمستعش اللي استقاله في وقت سابق وأصدره وبيان مطول التحاق المنبر والتحالف بالأغلبية المبطلة والقوى الدينية الرجعية يمكن ذكرنا قبل شوية في سياق كلامنا عن دكتور أحمد المنيس اتخاذ قرار المقاطعة من أربع عضاء من الأمانة بين حضور لم يزد على ثمانة أعضاء في حين بلغ أعضاء الأمانة 15 عضو يؤكد مدى الاستهتار والخفة في التعامل مع مثل هذه المسألة التهديد بفصل الأعضاء الذين يتقدمون للترجيحة والانتخاب يدل على تجاهل وإهمان لأدبيات المنبر في حق الاختلاف 15 شنو مصيرهم صار؟ باستغلين أيضا للأسف للأسف الشديد أنا ودي أعلق حقيقة لك كل الأخوان التي تداء من أحمد لعبيت هذا آخر مجوعة كلهم لأن ما أقوله يعنيهم كلهم مو فقط 18 موضوع الاستغلات هو أمر جديد علينا يعني حنا تعودنا أساس المنبر الديمراطي قائم على تكتر سياسي على الناس متباينة تباين في وجهات النظر دائما ونختلف ونطرح وندعم حجة نظرنا المتفاوتة لكن الجديد علينا كان هو الخلاف أن تصل مسألة لمسألة خلاف وابتعان وعزوف لكن أنا يعني ما تلقى ومش على المعلش ما تلقى مبرر لهم المبرر المبرر هم حسب كلامهم قد يمكن صوتنا ما وصل ما سمعتونا ما أعطيتونا فرصة مخلتونا نعبر عن وجهتنا نظرنا بالشكل الكافي بالتالي احنا ما وصلنا إلى طريق مزدود ما شفنا أمامنا لا الاستقالة المبرر للأسف هو أنهم تعرضوا للضغط حالا بحال أي مواطن كويتي تعرض للضغط في حال احتقان السياسي اللي مرينا فيها ضغط من قبل من تعرض الله ضغط سياسي حال تحتقان السياسي للمجتمع القسام اللي مرينا فيه سيد عمار بو سهل داش في بيوتنا داش في بيشخوصنا في عمالنا كان فيه تباين بوجهات النظر حادة جدا وفيه أطراف للأسف هذه لا يمكننا نغيبها فيه أطراف وجهت المجتمع ضد فئات معينة من مجتمعنا الآخر في حراكة سياسي صحيح فيه خضايا بمرت بالحراكة لا نتفق معها ولا نقبلها لكن لا ننسى أيضا أن هناك من من جيش هذه المشاعر ومنعزمها أكثر ومنصلط عليها الضور أكثر وحصل نقطة يعني فشلنا وأزمتنا في الكويت عند هذه المجامية بالتالي الإخوان المستقلين كلهم شاركوا في كل فعاليات المنبر الدبراطي في إصدار الغرار والغرار في كل أحواله حصل على الأغلبية وأنا أحد الناس المشاركين في دعم قرار المغاطعة شلون أمان العامة السابقة اللي هي أساسا ما فيه ولا واحد منهم في الأمان العامة الحالية هم مخصوهم بالدربة يعني في النهاية ولا في البداية لكنهم أيضا التزموا بالقرار الأغلبية وجزء منهم ما كان قابل في هذا القرار فما قيل أن هذا القرار ساقط نقابيا مكامل هذا الكلام مو صحيح أربعة من أصلا إلا لها هذا الكلام مو صحيح مننقل لهم للصورة أيضا أراج أن يضرب السفين بيننا والأسف نجح استغالة الإخوان كلها يعني ثقيلة علينا مسبب الفراغ شاسع داخل المنبر لا زال هذا الفراغ شاغر لا زالنا يعني ننظر اللي ممكن تسوونه طب نقطة جدا يعني مهمة أنت ذكرتها الآن بمشعل في سياق كلامك بأن هناك فراغ كبير تركوا الإخوان اللي قدموا استقالتهم قبل شوي ممكن احنا في سياق الكلام أشرنا إلى موضوع الحوار بين الدكتور عبيد الوسمي وبين صالح الملة وأن المنبر يبارك مثل دعوات الحوار طيب من باب أولى أن المنبر الآن خصا في ظل وجود أمانة جديدة ما عندها ترسبات الأمانة السابقة تفتحون حوار داخلي مع أبناء التيار نفسه قبل الانفتاح مع الآخر شوف سيد عمر يعني أنا بحكم علاقتي طويلة في المنبر الديمغراطي كل الأخوان المستقلين وغيرهم يعرفوني أنا على مسافة واحدة من الجميع لذلك دائما يعني أختار مع مجموعة آخر من الأشخاص الزملاء في لجان محددة في حالة أي إشكال ممكن يبادر فيه فترة من فتوات السابقة لكن الموضوع الحوار وموضوع الشاغر الذي قلت لك عنه في بداية لا زال موجود لأن كل عنصر من المستقلين وكل عناصر التاري وطني وبدات بالدرجة بشكل خاص عضاء المنبر الديمغراطي كلهم بكفاءات محتاجين إبداعاتهم محتاجينهم بالفعل أنهم يقدمون خطوة للأمام في قضية التنمية وقضية الإصلاح السياسي اللي نحن اليوم ننشده فبالتالي يعني هذا الفراغ لا يوجد غيره ما أحد رح يملأه لكن ما هي رح تسوي الأمام العامة الجديدة لمحاولة مل هذا الفراغ ويعني محاولة تقريب وجهة النظر أكثر من أبداع على الصعيد الشخصي والعلاقات الإنسانية لا زالت العلاقة مستمرة بيننا وين الأخوان في اتصالاتنا الشخصية لماذا؟ لأننا نعرف أن الأخوان المستغلين لن يتراجعون عن استغالاتهم مارم يروا خطوة إيجابية يرون أنفسهم فيها كشباب من التيار الوطني أولوياتكم المفتاح والحوار مع الأخر أولوياتنا أولوياتنا في مشروعنا الوطني المزمعي أن يشارى إن شاء الله وغريب العاجل موضوع الهوية هل المنبر الديمقراطي اليوم يعاني من أزمة هوية لأنه يعني ما يمثل فكر أيديلوجي محدد فبالتالي هو نعم عند بعض الآخرين يصنف هذا التصريف لكن لو تأتي لتحلل التنظيم المنبر الديمقراط ستجده كتلة وطنية عناصرها كلهم متواجدين بشكل رئيسي في كل طبقات ومكونات المجتمع الكويت تجد من كل مكوناتنا وكل طبقات الاجتماعية في معانا أنصر أو أنصرين أو ثلاثة أو عشرة وعشرة القبلي الحضر الكل الكل متواجد بذلك المنبر الديمقراطي هو أمليا يمثل نسيج المجتمع الكويت الجميع شوه يتعلق إذن هنا على كلام المحامي الفاضل محمد عبدالقادر الجاسم ذكر في تصريح سابق المنبر الديمقراطي فأنه بلا هوية سياسية محددة وأصبح أقرب إلى التكتل الاجتماعي أكثر منه كونه أكثر من كونه تكتلا سياسيا تكتل الاجتماعي المنبر اليوم أكثر من كونه تكتل سياسي كلام محمد عبدالقادر الجاسم صحيح؟ لا محمد الجاسم يحلق ويعبر على الرأي كيف ما يشاء لكنه صحيح المنبر الديمقراطي يستند على مبادئ سياسية مهمة أولها موضوع السيادة ثانيها موضوع الدستور والتزام فيه نصن وروحا هذا في موضوع الديمقراطية بكل أبعادها السياسية ومتصادية والاجتماعية في موضوع حتى موضوع المساواة وتكافى الفرص والعدالة الاجتماعية هذه كلها مبادئ لا هوية محددة وليس كما يقول محمد عبدالقادر نعم خلينا نضع نقطة الآن أنتقل بشكل سريع أيضا إلى موضوع علاقتكم مع بقية مكونات التيار الوطني يعني أبدأ في البداية مع التحالف الوطني الديمقراطي كيف تصف اليوم علاقت التحالف الوطني الديمقراطي مع المنبر الديمقراطي shoop أنا أعتقد خلني أنتقد نفسي قبل أن أنتظر أعلم أن أخوان في التحالف الوطني يعني المنبر الديمقراطي عند أسيسها بعد التحرير كان يفترض أن يكون هو مضلل التيار الوطني وفشل في ذلك فشل في ذلك لجملة ظروف تنظيمية وإيست سياسية فتكون التحالف الوطني ليحل هذا المحل وأيضا التحالف الوطني يفشل أن يمثل التير الخاصة فاليوم التحالف الوطني نتعامل إليه كتنظيم ديمغراطي اصلاحي باستقل ونحن أيضا تنظيم ديمغراطي اصلاحي باستقل وكذلك التير التقدم الكويتي هذه تيارات سياسية ديمغراطية حلفاء استراتيجيين بالنسبة لنا ونلتقي على أرضية واسعة تتفاوت بين تنظيم وآخر لكن نتعاطى بعضها كتنظيمات مستقلة أصدقاء وحلفاء وعندنا نلتقي على أرضية مشتركة واسعة قضية التنظيمات المستقلة البعض المراقب للشأن السياسي المحلي ينتقد المنبر الديمقراطي تحديدا في جزئية التبعية للتحالف يقول أن المنبر الديمقراطي في قراراته السابقة كان كثير ما يتبع التحالف الوطن هل فعلا هذا الكلام دقيق أم لا؟ للأسف لحد ما نعم كان كلام هذا صحيح ولأنه كان فيه لجنة تنسيقية بين الأخوان الأمان الحام السابقة في التحالف والمنبر الديمقراطي لأن الواقف تقريبا مثل ما قلت لك متقاربة جدا وكلنا تقريبا ننهل من نفس الفكر السياسي فتجد تصدر الموقف من التحالف الوطني لا يعتارض مع المنبر الديمقراطي في محظم أحواله لذلك نصقت فينا هذه التسمية أن المنبر الديمقراطي هو تابع للتحالف الوطني والأمر هذا ليس صحيح لكن في الفترة الماضية نتيجة الأعداء ونتيجة ديناميكية الإخوان في التحالف الوطني المانع السابقة رسمت هذه السابقة نائب السابق الفاضل عبد الرحمان العنجري أحد رموز التيار الوطني بشكل عام تحدث في تصريح سابق وذكر بأن التيار الوطني تفتت التيار الوطني فقد بريقة وعليه التحرر من بعض الأطراف التي تحتكر العمل الوطني بأجندات خاصة وهو مختطف من بعض أصحاب الأجندات الضيقة والمصالح الضيقة تعليقك على كرار عبد الرحمان العنجري أنا أعتقد السابق الرحمان لم يوفق بهذا التصريح نعم لحق يعيب على أي قوة سياسية أو أي تيار وهو أحد أبناء التيار الوطني يجوز أنه هو اصطدم في من يقصده يجوز وهذا سبب مقرد ويقصد جهه أو يقصد حاله واضح أنه يقصد شخص واضح أنه عبد الرحمان يقصد شخص أو شخص ما أعتقد يقصد تيار وقع يتكلم شكل عام تيار الوطني تفتت أعتقد لما يوجع جانب الصواب في هالجزء التيار الوطني أعمق يعني من أنه يعني يختطف من شخص أو شخصين أو حتى أجموعة يعني تاريخها طويل وعريض وعريق محلن ما فيه أحد يقدر يختطف تيار كامل هذا فيما يخص كونات التيار الوطني علاقتكم مع التيار الإسلامي اليوم شلون تصفها البعض كان ينتقد كثيرا ممارسات المنبر في المرحلة السابقة كونا بات أقرب إلى الإسلاميين من بعض المكونات من بعض التيارات الوطنية ممكن أنا أعتقد من المفارغ أن التيارات الإسلامية اليوم بدأت تطرح مشاريع الدولة المدنية مشاريع كان يترحى التيار الديمراطي منفردا اليوم موضوع التمسك في الدستور تطرح القوى الإسلامية هذا شيء يبارك ونشجع عليه اليوم بعض القوى الإسلامية تطرح قضية الحريات رغم أنها لم تلتزم فيها بشكل واضح أو بشكل متناقض يعني ما تجد فيه المغرب سابق يعني ممكن آخرها نجاز يطرح المثال مثلا تغريدة المغاردة مصحب شمسا مصحب شمسا خان التعبير في أحد التغريدات واعتذر عنها اللي هي تبرت مسحة مباشرة مسحة مباشرة واعتذر عنها علنا وقال أنا خاني التعبير فيها وهي تطاول على رسول العساء والسلام هذا بالتأكيد ما فيه مسلم يقبل هذا الجزئية نجد أن بعض التائرات الأسعب الإسلامية قفزت عليه وتحولت إلى بخبرين مطالبة في القفض عليه في حين أنها أنها رددت الجملة اللي هو اعتذر عنها بشكل مستمر في كل تغريداتهم تكسب كان فيها القضية؟ أنا أعتقد أنها تكسب للأسف للأسف تكسب طائفي للأسف الشديد وهذا ما تعانيه الكويت في كل القوة الإسلامية يريد أن يتخلصون من هذه الجزئة يعني هم من حق أي تنظيم سياسي له صبغة إسلامية سياسية أو غيرها أنه يطرح مشروعه مو حرج وله عدد لكن لا يستغل القضايا بشكل طائب لا يستغل القضايا بشكل طائب بشكل سريع بس أرجع مرة ثاني على موضوع عن علاقة بينكم وبين التيار الإسلامي عندكم خصومه مع التيار الإسلامي هذا كلام النائب السابق الفاضل مبارك لدويلة كتب في صحيفة القبس في سبتمبر الماضي عندما كتبت عن الدكتور أحمد الخطيب أنعته بأنه غير جلده كنت أظن أن هذا تصرف وتحول شخصي ولم يدر في خلدي أن التيار الليبرالي والمسمى بالوطني كذلك يسير في الاتجاه نفسه انظر وقرأ ما يكتبه رموزهم حول القضايا الوطنية والدستورية تجد التراجع عن المبادئ التي كانوا ينادون بها خصومتهم مع التيار الإسلامي أعمت أعينهم فتناسوا مبادئ كانوا يدعون إليها وتحولوا إلى أبواق للسلطان تراجعتوا عن مبادئكم بسبب خصومتكم مع التيار الإسلامي الكلام دقيق هذا كلام أبو معاذ ويهديه ما أنزل الله فيه من السلطان يعني ما فيه أي صحيح منظر التيار الوطني بشكل عام لم يتراجع الموافع الوطنية نهاية لا زال يتكلم على موضوع التوابط الوطنية بمجملها سواء الدستورية منها أو الإنسانية وبفكرة ما أنا ما شفت ولم ألحظ أن فيه تراجع أنا شفت فيه خمول في الحراك نعم أنا أرى خمول في التيار الوطني فترة من الفترات لكني ما أشوف فيه تراجع المبادئ ولا أشوف فيه يعني خصومة مع أحد نلتقي وياه فيها قاعد يقول هناك خصومتكم مع التيار الإسلامي عمت أعين التيار نعم أي تيار ما عندكم خصومة مع التيار الإسلامي أي تيار وأي أشخاص وأي سلطة تب تعرض للمبادئنا والدستورنا رح تكون خصومة وياه نويها أي تعرض للدستور رح نكون بين نويها في خصومة واقعة ومعلنة ما راح نتوانا ولا راح نتوانا عنها مو بس للقوات السياسية حتى السلطة طيب ما عندنا مشكلة بها شنو موقف المنبر الديمقراطي في حال حكمة المحكمة الدستورية بتحصين مرسوم الصوت الواحد راح أسمع منك الجواب على المنصة بعد هذا الفاصل المصير خلكم معنا محد فينا الأحد يتوقع أن في الكويت أحد عنده ميزة مو موجودة عند الآخر الحقوق المواطنة واحدة متساوين وهذا ما ننشده وهذا عنوان ندوة الليلة جزء من الحرية والعدالة العدالة أن نكون بالفعل متساوين في الحقوق وفي الواجبات دستورة 62 يكفل لنا العدالة ويكفل لنا الحرية متى ما تم الالتزام فيه بكافة بنودة متى ما التزمت أولا السلطة التنفيذية في الالتزام في الدستور نحن اليوم مطلوب أن نفتح صدورنا لبعاظنا كلنا بدون استثناء ولا ننسى أن السلطات المتعاقبة استغلتنا مكوناتنا استغلت مكوناتنا في ضربنا وتهميشنا وضعفنا من السلطينات من بعد التزوير مرورا بالسبحينات في إقصاء أخوان الشيعة وضعفنا في ضرب الحضر في تغيير الدوار الانتخابية ضرب تيار إصلاحي ووصولا إلى ضرب الخبائل موسيقى 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 بمشعل خلينا الآن ننتقل إلى المشهر السياسي وموضوع الصوت الواحد وما رافق موضوع الصوت الواحد من أحداث ومن تحركات ومن ندوات في نوفمبر الماضي كان لك تصريح ذكرت فيه الحراك سيستمر بعد الانتخابات ولن يتم ترك الأمور تسير من خلال المجلس يتم تفصيله وستتم المشاركة بجميع الفعاليات المناوية للممارسات الغير دستورية إلى أن يعود القرار والسيادة للأمة ستتم المشاركة بجميع الفعاليات المناوية بعض يقول لكم ما شاركتوا في جميع الفعاليات بفعالية صحيح أمار مشاركتنا دائما مشروطة مشروطة في إطارها القانوني والدستوري نحن مع التعبير على وجهات نظرنا لكننا دائما نلتزم في تطبيق الغواني نحن ضد أي فعالية مخالفة للغانون بعض الفعاليات التي تمت في المرحلة السابقة كانت مخالفة للقانون مثلاً أي مسيرة تسكن فيها الشارع هذه مخالفة للغانون لكن مسيرة تباري فيها الشارع على الرصيفة هذه مخالفة للغانون موضوع الحريات وحدود الحريات حيننا نفهمها بشكلها المنطقة لكن موضوع الصوت الواحد موضوع الصوت الواحد ما في شك موقفنا حيننا كان واضح جداً من مرسوم الصوت الواحد إن هذا أمر مجحف ظالم الشعب الكويتي في طرحه هذا كلامك نحن كتيار ضد مرسوم الصوت الواحد أو أي تعديل يتم خارج مجلس الأمة فرفضنا للمرسوم وما ترتب عليه ليس لعدم دستوريته ولكنه رفض من حيث المبدأ من حيث المبدأ شنو؟ الحق السياسي بالتعبير على وجهة ظهر والاحتجازة هذا حق كبير لك الدستور نحتاج عن أي ونتعبع الرأيك ترى أن هذا غير مناسب وغير حصيف ذلك حقاً تحتاج عليه قض النظر عن دستوريته أو لا لا هذا حق سياسي أن كنت تعبر عنه نحن نرى أن الصوت الواحد مدمر لنسيجنا ومدمر لسلطة التشريعية نعتقد أن الفرز الذي فيه أساساً فصل لمعاقبة مجموعة وهذا لا يصح لا يجوز إصدار قانون لغرض محدد وسيط لازم تصدر غوانين شاملة للأمة كلها بأسرع تنقذ هذا المجتمع وهذا الوطن إلى مرحلة متقدمة ما ترجع الخلف بالتالي أنتم موقفكم من موضوع الصوت الواحد ما يتعلق في الجانب الدستوري خلينا أفهم كلامك ما يتعلق بالجانب الدستوري يتعلق بالموائم السياسية الظرف السياسي لا أعتقد أن مرسوم الصوت الواحد يجسد التفكق المجتمع هذا شيء يعني واضح التخندق الذي حدث على مستوى طائفي أو قبلي أو اجتماعي أو عنصري خلينا في البداية توقف عن موضوع الدستوري هل مرسوم الصوت الواحد بنظر المنبر الديموقراطي هو دستوري أم غير دستوري شوف بغض النظر عما مواقفنا اللي مع المرسوم واللي ضد المرسوم كلهم ثلاث أحد يراه دستوري فبالتالي أيده لأنه دستوري وأحد يراه غير دستوري فبالتالي عرضه لأنه يراه غير دستوري أحد يرى المرسوم الصوت الواحد أن قرار إنقاذ وطن من حالة تعزيم معينة وأحد يراه أن هذا يضر فيه فيه انتقائية في اتخاذ الغراب وأحد يراه عقاب وقف وياه لأنه عقاب يؤدي بفلان وعلان وأحد وقف وياه لأنه حفوين وقف ضده لأنه فزعه أنتوا في المنبر وين شلون ترون موضوع موضوع الدستورية أنا بتوقف عنده هل كان من حق سمو الأمير إصدار مرسوم ضروري يتعلق في موضوع الصوت الواحد وبالتالي هذا الأمر دستوري أم غير دستوري في هالجزئية أنا بيتكلم ما أقدر أفصلها لك بعض هي فيها الجانب الدستوري ترح تفصل فيه المحكبة الدستورية والجانب السياسي المرقاعة بظرف السياسي هي بظرف السياسي المرقاعة يعني احتجاجنا كان بالدرجة أولى احتجاج سياسي وهناك فينا ما نحتاج عليه احتجاج دستوري ترح حتى استغالت بعض الإخوان يراها بأنها دستورية لذلك المسألة متفاوتة في موضوع من ومن محل المرسومة ومن ضده طيب لكن هذا أيضا يعني كلام لك حول موضوع الصوت الواحد رأيي الشخصي والكلام كان لك بمشعل رأيي الشخصي سيكون الرفض ولكن للتنظيم رأيي سيعلنه في وقته وأعتقد أنه ستسبقه دراسة عميقة لاتخاذ الموقف الصحيح وعلى المنبر والتيار الوطني تحديدا لا يكابر فموقف الأمس الصحيح قد يكون موقفا خطأ غدا والموقف الرسمي للمنبر سيتخذ وفقا للمعطيات والاستشارات الجادة وأن كنت أعتقد أن القرار لن يتغير عن موقفنا الحالي قضية قضية إذا كانت القضية قضية مبدئية وأنتو عارفين ترونها قضية مبدئية ليش ما تعلم موقفكم الآن من موضوع الصوت الواحد وتقولون بغض النظر عن قرار المحكمة الدستورية هذا إحنا رأينا من حيث المبدأ المشاركة من عدمها مبني على تأثيرك في هذا القرار يعني حتى يأخذ قرار سياسي في المشاركة أو معدم مشاركة هذا موضوع ما أقدر أفصل في الهيئة هذا يحتاج مثل ما قلت لك قبل شوء في تصريحي ولا زالت الاتصالات قائمة في دراسة موقف المنبر الديمقراطي وقوة السياسية أيضا بعد صدور المحكمة الموضوع الموضوع السياسي إلى الآن ما وصلتوا حق قرار لا لا حتران لحمد لكن أنت شخصيا تقول أنه يعني شخصيا نعم أنا حفوة أنا شخصيا أعتقد أن هذا القرار لن يتغير فيه شيء يعني أتسلي عن موقفي الخاص أنا أقول قرار المقاطعة وعدم المشاركة وموقفي من الملسوم شخصيا أنا أعلم في سواء لا نصد إذا احتكمنا إلى المحكمة الدستورية قبل شوية قلتنا الموضوع بيد المحكمة الدستورية وإحنا ارتضينا إلى أن نحكم المحكمة الدستورية إذا في النهاية هناك سيناريوهات محدودة أمام المحكمة الدستورية إما تحكم ببطلان أو تحكم بتحصين إذا حكمت بالتحصين موقفكم في المنبر الديمقراطي راح تباركون راح تلتزمون بهذا بغض النظر تشاركون أو ما تشاركون لكن هل راح تحترمون هذا القرار؟ سيد عمر مقدك غض النظر على الموقف الدستوري من هذا المرسوم نرى أن مرسوم قانون صحيح ولا من صحيح يخدم الوطن ولا ما يخدمه؟ يخدم الأمة ولا ما يخدمه؟ موقفنا السياسي الاحتجاجي المؤيد ولا الرافض؟ هذا موقف سياسي ما لا علاقة في دستورية المرسومة أو عدمها تتكلم على موقفين مختلفين إذا بتربط موقفه بالجانب الدستوري هذا دستوري خلاص دستوري لكن أنا موقف سياسي آخر قد أكون معه وقد أكون ضد لكن أنا ممكن في نايا أقبل حكم المحكمة الدستورية كحكم قضائي كحكم قضائي وأحترمض الحكم قضائي وما أشارك في نايا حقي أنا مارس حقي كما أشارك مارس جدا طبعا هذا حقي السياسي لكن في نايا راح طيب بعض التصريحات اللي طلعت المرحلة السابقة والتي كانت تشكك في قضية حكم المحكمة الدستورية المرتقبة تعليقك عليها؟ والله تعرف التأويل والتفسير الفقهي القانوني متحدد سواء كان من قانونيا أو من أشخاص سياسيين وتكاهنهم في موضوع الحكم الآن حسب بعض الأخبار اللي قالتين الآن من خلال قبل شيء بالفاصل هناك ندوة الآن أو تجمع لكتلة الأغلبية أو الائتلاف دعالة في ساحة الإرادة أحد أبرز المتحدثين بكر بأن تحصين الصوت الواحد من قبل المحكمة الدستورية سيعتبر غضاء تعليقك على الكرام هذا أعتقد قالها السيد خالد السلطان لا، قالها في تصريحات يعني أن هذا غرار المجعب أنا أعتقد ما يحدث الليلة أو أي فعالية بالضغط على المحكمة الدستورية هذا غرار قير صعب لا يعني التفاف أو اجتماع المجموعة أو كتلة حوال قرارها السياسي أنها تضغط على المحكمة المحكمة والسلطة الغضائية يجب أن تكون منزلة وبعيدة نحن نعيب على السلطة بينهاك السلطة الغضائية بزجها في أتون الصراع السياسي بتحويل غضائية وانتقائية اختيار المحالين غضائياً من أصحاب الرأي للمحاكم فمن باب أولى أن أيضاً كقوة سياسية أن لا نزج في السلطة الغضائية نعب صادق دكتور الفاضل الدكتور وليد طبطبائي إذا حصنا المرسوم بصوت سنعلن نهاية وفاة دستور 62 تتفق معه؟ أعتقد أستاذ وليد طبطبائي وآخرين من بعض القوة إسلامية أساساً الدستور عندهم ودهم يموت اليونغة والباتشل مسألة بقاعة من عدمه ما أعتقد هي مسألة استراتيجية كل كلامهم وحراكهم الآن وادعاءاتهم بينهم ينطلقون من باب الحرص والدفاع على الدستور أنت تعتبر أنهم أنا أعتبر الاستغلال وأتمنى أنهم صادقين فيه أتمنى أنهم صادقين فيه لكن اللي يحكم المصداقية هو الموقف اللي يحكم المصداقية موقف من الدستور من حماية الدستور موقفهم تعتبرها استغلالية؟ أنا أشوفهم متناقضة خضائي الدستور أراها موقف متناقضة جدد قوة الإسلامية السياسية بشكل عام يعني طيب خلينا أضع نقطة على هذا الموضوع الآن حسب ما قلت الخلاصة حتى الآن الممر الديموقراطي ما عنده موقف واضح من حكم المحكمة الدستورية القادم في الجانب السياسي إذا حكمت المحكمة الدستورية بتحصين مرسوم الصوت الواحد رح تحترمون القرار لكن موضوع المشاركة من عدمه سيترك في مرحلة قادمة يعني نغد الحكم القضائي لا يعني رفض له يعني لا يصدر أي حكم والإحكام أن تعيده أو لا تعيده هذا موضوع آخر نتكلم على موقف سياسي في قضية المرسوم الواحد وقلت لك تقييمك اليوم بشكل سريع لأداء المجلس الحالي اللي البعض سميه مجلس بوصوت كيف تقييمك لأداء هذا المجلس بكل صراحة والله مع احترامي يعني يعني للسلطة التشريعية لكن أنا أعتقد الطقف الميت حرام هذا المجلس ما أعتقد يعني يملك مقومات الرقابة والتشريع من خلال المواقف اللي صارت من العقادة يعني من تراجعها في قضية الرقابة قضايا الاستجواب من تعتراف بعضا من نوابة إن هذا مجلس في جيب الحكومة بالتالي مجلس في جيب السلطة ما أعتقد راح يكون يمثل يعني حقيقي للسلطة التشريعية كما نصح لها الدستور كما تعليق على كلام رئيس الحكومة سموه شيخ جابر المبارك الانتخابات البرلمانية والصوت الواحد وما أفرزته كانت عاملا رئيسيا في تهديئة الأوضاع وأتاحت لجماعات مختلفة لم تكن ممثلة بأن تمثل الآن والناس في الكويت تحترمون الانجاز للمسيارات بالأسف رئيس الوزراء يهم نفسه في هالكلام هذا كلام مو دقيق شنو المو دقيق؟ يعني مو دقيق إن هذا المجلس هد الأمور الجو لازال مشحون الجو السياسي لازال مشحون وإن كان ما تثيره في عاليات لكن لازال مشحون لكن البعض يقول لك ممكن هو يكون مشحون في النفوس لكن في النهاية الدرجة انزلت يعني البعض يدلل عليه بموضوع المسيارات وموضوع التجمعات اللي كانت تصير في السابق آلاف كانت تخرج إلى الشارع في بداية الأزمة يعني يفترض إذا كانت العملية محتقنة والأمور تسير نحو طريق مسدود يفترض أن الأمور تسير بشكل تصاعدي الأمور عندنا بالكويت نزلت بشكل تنازلي نزلت لي تحت الأمور هدت المسيرات الآن أو الاعتصامات اللي قاعدة تصير يا دوب يا دوب تغطي المساحة اللي قاعد يطلعون فيها المنظمين بالتالي كلام سمو شيخ جابر المبارك على أن الصوت الواحد والانتقابات البرلمانية كانت عامر رئيسي في تهديئة الأوضاع شوف هو عنده دليل شوف نعم شوف الحراك الشعبي اللي صار قبل صغط حكومة ناصر محمد كان مبني على قضية كان قضية فساد وقضية رشاوي وأجمع على تقريب القالبية الشعب الكويتي وكما كان في حراك قوي كانت في هناك قضية مجتمع عليها الناس بعد ذلك ما توجد قضية مجتمع عليها الناس في مجموعة غضايا في غضية السخاط القضايا مثلا ممجمع عليها الناس في غضية السخاط المرسوم العودة للمرسوم الانتخابات السابقة هذه ممجمع عليها الناس ليش؟ لأن اليوم المسألة أصبحت لدى سلطة غضايا فمعظم الفعاليات والقوة هي تنتظر حكم المحكمة في غضية المرسوم الصوت الواحد من دستوريتها من عدمها لكن قس على سبيل المثال الإشارة في موضوع مرسوم قانون الإعلام الموحد على طول انفجر الوضع لكن تراجع الحكومة بشكل سريع هدى الأمور نتحدي وهذا تصرف صحيح لأن من واضح أن هذا كان مرسوم أنه في انتهاك لحريات النصف أصبحت في غضية تصدّت لها الآن هذا مثال لكن بشكل عام ما ترى بالفعل بمشعر اليوم الوضع السياسي على الأقل بالظاهر هادي فعالية هناك لأن ما في تسليط ضوء على غضية فساد بعينها ما في تسليط ضوء واضح وبالتالي ممكن نقول أن المشهد العام يعتبر نسبيا أهدأ من السابق ممكن نقول الشيء ممكن تقول لحد معين لكن لازل الجو السياسي مشحون جدا خلينا نتقل هنا بشكل سريع لموضوع الإعلاقة بين المنبر وبين التكتل الأغلبية في فبراير الماضي احد الصحف المحلية نشرت وذكرت وفي أزمة تفكك المعارضة حاول المنبر الامساك بالعصى من المنتصف إذ يرفض الانضمام إلى التحالف الجديد خوفا من النفس الطائفي والقبلي وانسحب من اجتماع الكتلة المبطلة بعد رفضهم الأسلوب الذي تتعاطى به مع الأحداث الأخيرة وأكد أن أي قرار يتخذ من الأغلبية المبطلة لا يمثلهم سأكل عصى من المنتصف مسألة مبدأ بالنسبة للمنبر المنبر الديميراطي يجب أن يتميز موقفه المبني على الدستور وعلى غضاياه الوطنية والمبدئية هنا من هاد في المواقف السياسية أي طرف من الأطراف إن لمسنا هناك اعتراض مثل ما حصل مع الدعوة اللي وجهت لنا المشاركة في الاعتراف الأغلبية شاركنا من حيث المبدأ في قضية الحوار لأن قلت لك أننا قضية الحوار عندنا من نسبة يعني نبارك لها لكن لما وجدنا إنه لا فيه تناقض وفيه تعدى على الدستور سواء في مشروع أو في سلوك لا يمكن أن نقبل بذلك ولكن ممكن أن نلتقي مع الأخوان في الاتلاف المعارضة أو الحراك السياسي أو أي قوة سياسية أخرى في أي مرحلة قادمة من الأيام مبنية على قاعدة دستور شنو أبرز بمعنكم لبيت ودعوة بمعنك أنت فتحت موضوع الدعوة للدخول إلى الاتلاف التي وجهت إلى المنظر أبرز ملاحظاتكم ليش ما دشيته في الاتلاف بمعنكم قبلتم تروحون وأنتم عارفين المواقف العامة تقريبا لشخصيات التي دعت إلى مثل هذا الاتلاف بالتالي الصورة بالإطار العام تقريبا تعتبر واضحة بغض النظر عن التفاصيل ليش ما اتفقته إذن؟ لأننا دعينا لاتلاف قوة سياسية ولا منجد قوة سياسية لجينا أطراف مجاميع من نسبة لنا ما احترامنا لشخصها لكنها بالنسبة لنا مجهولة للفكر والهوية فهذا متنظيم في اتلاف القوة السياسية النائب بفضل مسلم براك في هذا الاجتماع تحديدا بعد الاجتماع علق ذكر أن المنبر تحدث عن ورقة لم تطرح حتى الآن لكن ممثل المنبر بندر الخيران قال أنهم يتمنون أن تتوافق رؤيتهم مع أهداف الاتلاف ليكونوا جزءا منه ما تمثل موافقة على هذه الرؤية؟ لم تطرحوا رؤية أصلا تحدث هناك قال في ورقة في ورقة سياسية طرحت خالف المطرحة في التطرح مختلفة لا مختلفة تماما حالين هنا أنا استحضر أيضا بما نحن قاعدنا نتكلم على موضوع هذا الاتلاف والدعوة التي صارت في هذا اليوم أحد الحضور كان السيد أنور الرشيد تحدث عن ما جرى في هذا الاجتماع حضورك مع السيد الأمير العام السابق للتحالف الوطن الديمغراطي سيد خالد الخالد في دوانة النابس أسمح لي أنا هنا أخذ اقتبس نص كلامه ضد الخالد انسحب وجر معه المنبر شكل لهذا التصرف حقيقة صدمة كبيرة المنبر كيف نفهم انسحابه خصوصا وأنه في أقل من 14 ساعة كان حديث الخيران بديوان البراك ذاته قويا وواضحا ورائعا بضرورة التنسيق والتجمع والوقوف بوجه السلطة فما الذي تغير سبحان مغير الأحوال وبعد تلك الصدمة لم أتمالك نفسي ولاحقت ببندر الخيران خارج الديوان وقلت له ما هذا يا أبو مشعل فرد علي نحن ملتزمون مع التحالف وسنطرح رؤية يا أبو مشعل اطرحوا الرؤية كلام أنور الشيد على الجماعة الحاضرين ربما يتم تبنيها إلا أنه من الواضح على الأمر مرتب وأن القرار متخذ والحضور بنية الانسحاب لذلك أقول للمنبر والتحالف رمانتين بيد وحدة ما تلزم يعني معارضة وتجارة ما ترهم حددوا موقفكم وبلاش خداع على البسطاء تعليق على الكلام والله هذا رأي السادة أنور يعني كان قبلها في مقالة يعني امتدحني وطيرني في السماء في موقفي السياسي أنا أعتقد يعني حنا لا يمكن أن نقاد كتيار وطني لا يمكن أقولك يا اليوم وباجر في هذه الأمانة العامة وغيرها لا يمكن أن يقاد بأهواء شخصية إن لم يكن مشروع وطني معلن مبني على قاعدة الدستور ما راح يشارك مع أحد لحد يوهم نفسه أنه ممكن يستغل المنبر الديبراطي ويحطه بالرواز له نحن براويز لحد نحن تيار وطني صادق مع نفسه قبل أن يكون صادق مع الآخرين فبالتالي يعني برأي أستاذ أنور يعني للأسف يعني مو في مكانه وتحسيره ما كان هناك تنسيق بينك وبين خالد الخالد لم يكن هناك تنسيق بدليل أن يشارك في الاجتماع الثاني عند السيد محمد الغليفة في الجهرة ما كان هناك فيه تنسيق طيب بالمناسبة يعني كان هناك تصريح سابق للأمين العام للتحافي الوطن للدبراطي سيد خالد الخالد تحدث فيه أو شخص فيه الوضع السياسي أراهن جملة من القضايا دعيني هنا أستحضر بعضها كان يتحدث تحديداً عن الموضوع الأغلبية المبطلة هي المسؤولة حسب تنسيق خالد الخالد عن تدهور المعارضة لاستمرارها في التصرف بمعزل عن القوى الأخرى ومؤسسات المجتمع المدني الاستفراد في القرارات الأغلبية التي كانت تتسارع نهو تغليض العقوبات الجزائية على حرية التعبير اقترحت وشرعت ما كان هدفه الحقيقي الانتقام من الأطراف الأخرى النفس الطائفي والقبلي ما زاله مسيطراً على تصريحات بعض أعضاء كتلة الأغلبية تتفق معاه في تشخيصه لواقع الأغلبية المبطلة في ذات الوقت؟ في بعض الأحيان نعم في بعض الأحيان في موضوع الطائفية عند البعض الأسف يعني وهذا أجل لنقسام للأخوان لكتلة الأغلبية المبطلة يعني سبيب هذا التناقض في المواقف لحد معين نعم التفق مع هذا التصريح لحد معين يوانك ذكت موضوع الطائفية دعونا ننتقل هنا بشكل سريع إلى موضوع الوحدة الوطنية هذه في ندوة تشاركت فيها كانت في نوفمبر الماضي ذكرت فيها السعي كنت تنتقد فيها الحكومة السعي لضرب الوحدة الوطنية وضرب مكونات المجتمع ببعضه ببعض والتشكيك في ولاءات بعضهم لم يفلح في بلوغ هدفهما الكويتيون معروفون بفزعتهم للدستور والحريات ولن يقبلوا التخوين والطعن في مكونات المجتمع الجميلة يبدو أن الحكومة لديها ضعف في الذاكرة عن مدى تماسك اللحمة الوطنية لدى أبناء الشعب الكويتي برأيك اليوم بكل صراحة من يتحمل موضوع تراجع الوحدة الوطنية كثيرين اليوم يقولونك نحن مراضين على وضع الوحدة الوطنية من يتحمل المسؤولية مؤسسات المجتمع المدني فقط الحكومة التيارات السياسية المعارضة من يتحمل بالدرجة الأولى السلطة بالدرجة الأولى نعم وبدرجة ثانية السلطة وحلفائها من القوى السياسية اللي يتغيرون بين فترة وفترة يعني أي نظرة تاريخية لجمج من الأحداث من بعد أول عقادة لمجلس الأمة بعد مجلس ٦٠ بدأت عملية التزوير يعني لأن لأن كثير معظم عناصر السلطة ترفض الرقابة والسيادة للأمة رافض الدستور قررتها في البداية لكن واضح أنه في أطراف كافرة فيها رافضتها فحطت الموانع والعوائق في خضية التزوير سنة ٦٧ وفي خضية تعديل الدوائر الانتخابية وتعيير حتى موازي القوة الانتخابية وضرب أسفين بين مكونات المجتمع الكويتي في ذاك الوقت في السبعينات وأيضاً استمرت في الثمانينات واستمرت اليوم أيضاً في ضرب مكون آخر لبوضع القبال يعني بدأنا أولاً في ضرب في التشكيك في التيار الوطني في نزاةه في أخلاقه في قيمه وحرضوا المجتمع عليه في ذاك الوقت بعدين تحولوا في الثمانينات إلى أقصاء الأسف الطائفة الشيعية عن المشاركة وعطاها في دائرة عدم المولاء أيضاً تبهوا بعدين في موضوع الضرب في القبائل لأنه كان سلاحهم في ذاك الوقت هما للأسف يعني وأنا أقولها للأسف الشديد أن كل استخدام ضرب مكوناتنا هو بيدين نحن ما كان بيدين هذه أجنبية هارجية كان في مكونات مجتمعنا كانت السلطة تستخدم هذه المكونات لضرب بعضها البعض هذه السلطة في النهاية يعني البعض يقول قد تكون هناك بعض المبررات للسلطة أنها هي تبسط إيدها على المشهد السياسي سياسة فرق تسد لن تنجح على طول راح تدمر بلد شاركوا معها بعض الحلفاء بين قوسين بعض القوى للإسلام السياسي شاركتوا يها فترة في محطة من المحطات ولا زالت للأسف بعض القوة الثانية هذا راح يضيع بلد ورح يضيع مجتمع ورح يضيع وطن لا يمكن أن نقبل أو نسكت عنه اليوم وطننا راح يضيع إذا حنا نستمر على هذا وهذا وهذا تصرف محكيم ولا فيه من الفصاحة أنك تضرب خصوصا مجتمع مثل مجتمع الكويتي شعب مثل الشعب الكويتي اللي أنا أجزم بدون مبالغة ما فيه مثله في العالم لن تجد في التاريخ كله استاذ أنه فيه قضية في احتلال ما فيه مواطن واحد تعامل مع سلطة التلال إلا في الكويت لن تجد شعب التف حول قيادته الشرعية وفق ما نص عليها الدستور إلا في الكويت في محفظة الأزمة لن تجد شعب سكت عن سبب الأزمة وتقادلها وضياح حتى أسرانه اللي راح نتيجة تصرفات سلطة وما حاسب أحد اللي بتل الشعب الكويتي مو لي غباءة ولا لي سداجته لأن شعب حبيب وشعب ملتب حول سلطته السياسية لكن للأسف اليوم فيه بحوالة تمزيق خطيرة في المجتمع أرجو أن كل ينتبه لها شعب وسلطة اللي يتنتبه أن هذا اللعب في النار وهذا ضياع بلد أرجو أن نتلاحق عليه الاتفاقية الأمنية وموقف المنبر الديمقراطي منها ونظرتكم للربيع العربي اسمع منك الجواب بعد هذا الفاصل القصير في السريع خلقوا معكم موسيقى 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 كونها مشاهدين انتظر الفاصل الأخير بومشعل بانتقل بشكل سريع معاك في بعض الضضايا السريعة في هذا الفاصل وضع الاتفاقية الأمنية في ندوة شاركت فيها في أبريل الضاضي ذكرت هناك مشروعا يجب أن يواجهه الجميع وهو الاتفاقية الأمنية التي ستمزقنا جميعا ليش راح تمزقنا الاتفاقية الأمنية بمجرد شوف أي مشروع في انتقاص من الدستور وانتهاك الحريات الناس راح يمزقنا أنا أعتقد الاتفاقية الأمنية ما حنا محتاجينها صحيح ككواتيين نحس ونشعر بالاعتزاز وانتماءنا بالخليج العربي يعني هذه المسألة ما يختلف عليها اثنين اليوم بالكويت لكن الاتفاقية الأمنية من تأسس منظمة دون الاستعاون في سنة 1981 انطرحت كويت رفضتها كحكومة رفضتها للاتفاقية لماذا؟ لأنها تتعارض مع الدستور أيضا تكررت المسألة عبر سنوات في سنة 1994 أيضا الحكومة رفضتها لأنها تتعارض مع الدستور شيء الاستجد اليوم عشان هذه الاتفاقية تكون متوافقة مع الدستور كيف الاستجد برأيك؟ أنا أعتقد الحكومة الكويتية والسلطة تحديدا تراجعت عن موقفها الدستوري والتمسك في دستور الدستور وهذا مؤشر خطير جدا بمعنى أنت تتنازل عن سيادة الوطن وهو أول بند في الدستور في موضوع المطاردة سواء بحرية ولا برية ولا جوى الدخول الأجواء الكويتية بدون إذن هذا فيه انتقاس من السيادة مع كل احترامنا وتقديرنا مثل ما أقول لك لشعوب ودول خليج لكن هذا انتقاس من السيادة لا يجوز التنازل عن خطوة ترازلت عن خطوات أيضاً مواد 28 و30 و36 و40 اللي كلها متعلقة في موضوع الحريات التعبير في موضوع توجيه التهم لدينا غوانين دستور نسترد عليه في توجيه التهمة وتعريفنا للجريمة قد يكون عندنا الكلمة الكلام اللي أنا قلت اليوم ما هو جريمة عندنا لكن جريمة في بلد خليجي آخر يعني شلون بالله المسألة يعني ننقيسها بأي مكيال ولا الراعي فيها أي طرف من الأطراف هذا فيه انتقاس من حرياتنا أيضاً موضوع الفصاح عن بيانات أي مواطن تطلب أي سلطة خليجية أي حق دستور يمنح الشيء أيضاً في موضوع اللاجئ السياسي مو بس في الدستور يعني حتى في العرف يعني اللي استجير فيك لا يمكنك أنك تسلمه ما أعتقد يعني هذه الاتفاقية فيها مع أن البعض يقول أنها عفضة من الاتفاقيات الأولية اللي رفضت في السابق ورفضت مو بس لأن دخلت عليها تعديلات جديدة حتى لو دخلت عليها تعديلات جديدة يعني كويتين رافضين أي انتهاك لسيادتهم من زمان حتى مو من المرجع شو ما تعلق إذن على كلام مقرر لجنة الشؤون الخارجية النائب الفاضل طاهر الفيلة شاوي الاتفاقي طاهر الفيلة شاوي الاتفاقية الأمنية لا تحتاج جلسة خاصة لمناقشتها 99% من موادها المتوافقة مع الدستور والقانون الكويتي وإن ما كان يثار من مخاوف السافق سيتم تلافيها حاليا 99% متوافقة مع الدستور أنا قلت له قبل قليلا طاقف الميت حرام وكلام عن هالمجلس أصلا هتقدر تكلم عنه مجلس عقد جلسة خاصة علشان يناقش وزارة الداخلية ما قطبته فلان جلسة خاصة حول كل الأمر السياسي في الكويت والفساد والفوضى والتخبط كان عنوانها لانفلات الأمني لا لا كان عنوانها تستيزاء خاص في كل ما يعلن الكويتي في شخص مسلم البراك وهذا كلام مو صحيح يعني هذا كلام خطر أن عضو مجلس الأممه يتكلم عن اتفاقية فيها انتخاص الفتو تشريح تقول فيه تناقض مع الدستور كثير من المجلس يقولون فيه تناقض مع الدستور يجي الأخ يقول لها ناب حمار الدوسريا أيضا ذكر وطالب المجلس بالموافقة على الاتفاقية الأمنية الخليجية كما جاءت محمد الدستوري لا يمون بالحريات محمد الدستوري تهجم على جالية مجاليات البارح في حديقة محتفلية فيها جالية الباكستانية السلانية هذولي ناس ما يمون بحريات أصلا مسارة انتخل حرية عندهم مسألة هامشية مسألة الدستور عندهم مسألة هامشية للأسف لذلك أنا ما ممكن أن يكون مقياسي كلام الفلاند والإعلان أنا كلامي الدستور والتفسيره وملتزم فيه نصا وروحا غير هذا ما عندي حاجة هذا كلام يمكن من بعض النواب في المجلس الحالي أيضا في المجلس السابق كانت هناك مطالبات شديدة وقوية جدا شبه يومية بالمطالبة بموضوع التفاقية الأمنية بموضوع الكمفدرالية الخليجية بموضوع الوحدة الخليجية لماذا فقط السهام ترمى باتجاه أعضاء المجلس الحالي نفس الخلام قلت على بعض النواب السابقين اللي قالوا في موضوع الكمفدرالية نفس الموقف ما تخير يعني موقفنا من التفاقية الأمنية نحن موجدين موقفنا فيها من البداية بالعكس نحن مصدرين بيان ترى لأمان العامة السابق مصدرها بيان في بعدها مستغربة إن شور التفاقية توقع وما تعرض على مجلس ومجلس ساكت صامت ترى ما تتكلم نصال الحاشور قبل سبوعين كان عرضت علينا لأنها حالية عند اللجنة ما عرضت بشكل رسمي ما عرضت بشكل رسمي على اللجنس ما عرضت بشكل رسمي بحد بنودها إنها قابلة للتطبيق بعد ثلاثين يوم من توقيها تصير التفاقية تمشي قبل أن يصادق عليها تصادق عليها الأمة مصدر السلطة تصير تعتقد أن تعدى على الدستور بهذه الطريقة تعتقد أنه سيتم المصادقة عليها في المجلس الحالي والله أخاف وخشى من هذا صراحة شو اللي ممكن تسوونا أنتو راح نرفه راح نرفه الكويتين لن يقوم هل لكم موقف واضح وصريح وشرس جدا من موضوع قانون الإعلام الموحد في موضوع التفاقي الأمني شو راح تسووه لن نقبل أي انتهاك على الدستور لن نقبل أي مساج في حريات المواطن الكويت لن نقبل وسنسلك كل السلوك السلوك الدستوري القانوني المتحدة تعبر كل وسائل السلمية بالتأكيد لكن لن نقبل وما لاح نخش روسنا بالجمال مو حنا اللي نسوي جديد خلينا أضع نقطة على موضوع التفاقي الأمنية الخليجية انتقل بشكل سريع بما توقع لي من الوقت معاك بمشعل إلى موضوع الربيع العربي في ندوة قبل فترة وجيزة ذكرت فيها فرحنا بالربيع العربي لكن نأسف أن من جاء للسلطة من غير مشروع واضح ونأسف للاقتصالات الطائفية التي تحدث الاقتصالات الطائفية جاءت بسبب بالربيع العربي أو تفاقم نعم في ذكر بولغان نعم كل بلدان الوطن العربي أو بلدان الربيع العربي كلها ثارت محتجة على استبداد وعلى ظلم في أوطانها وقمع أنظمة شمولية يعني كانت كابتة على هذه الشعوب بدأت من تونس واستمرت سلسلتها في دول العربي العربي والمطالبة الحقيقية كانت ناس طالبة الحرية ودولة مؤسسات الدستور ما الذي استجد؟ الذي استجد بعدين وأدن انحرافه هو التخندغ الطائفي والعرقي الذي يحدث فيها والذي يجعله تراجعه ويجعل دماء تهتع تقتل ناس تقتل وتنتهى كأعراض بأسباب طائفية وعرقية موطنية وهذا الشيء المخيف يعني الوضوع الطائفي موضوع خطر مو بس على الكويت على كل قطر عربي ما يحترم نسيجه ما يحترم نسيجه لكن بما نتحدث عن الربيع العربي هل مشكلة طائفية في مصر في تونس في ليبيا دول قاعدت تشهد ربيع عربي خضية طائفية يعني الخطر والمشاحنات بين الأقباط والمسلمين في مصر شا تسميه مو صراحة قائده هذا صراحة المصريين كلهم كان يحانون يعني من وضع يبون يتغيرون ماذا يتغيرون اليوم اليوم لأسهب وضعهم أسوأ مما كانوا عليه المصريين المصريين بسبب بسبب التطاحن الطائفي العقائدي وأيدر التطائفي أنت تقول بسبب التطاحن وبسبب الجانب الطائفي ناء بسابق الفاضل عبدالله النيباري في ديسمبر الماضي ذكر أن معركة حماية مكاسب الربيع العربي تتحدد وفقا لنتائج الصراع السياسي في مصر بين قوى المجتمع المدني وقوى الإخوان وحلفائهم سلاح القوى الإسلاموية هو التستر بجلباب الدين والشرع لتحقيق مآرب سياسية تتركز في الهيمن على الدولة والإمساك بمفاصلها الإخوان وحلفائهم لن يتخلوا عن السلطة متى ما تمكنوا من الإمساك بمفاصلها فالاستفتاء الإخوان ورئيسهم قاوم بكل أنواع المراوغة والتزوير التي فاقت كل ما كان يجري أيام مبارك الموضوع مو موضوع قتال طائفي بقدر ما يرى عبدالله النيفاري بأن الموضوع موضوع تفرد وهيمنت الإخوان على المشهد في مصر واللي راح تكون لها معكاساته على بقية دول ربيع العربي حسب كلامه أنا أزيد على كلام عبدالله إذا تزيد معناتك تتفق مع الكلام طبعا طبعا أنا أزيد على كلامه مو بس يعني الإخوان المسلمين إذا تلاحظ في سوريا مثلا ما يحز في سوريا من اجتزاء الصراع العربي السوري ضد النظام الفاشي والظالم في سوريا قاعد يتحاول يحور بأنه بطابع إسلامي في حين أن سوريا نسيجها متعدد العراق والمذاهب والفكر من أرمن إلى أكراد إلى دروز إلى مسلمين سنة إلى غيرهم قيس أيضا في البحرين تعال نروح شوف محاولة اجتزاء تحويل الحوار بيع شوية بيع على موضوع البحرين والخليج لكن خلينا أنا أتوقف عن جزئية مصر ما تعتقد أن اليوم كما يصفها اليوم عبدالله النيباري هناك معركة تتعلق بين قوى المجتمع المدني وقوى الإسلامية تتعلق في موضوع المحافظة على مكتسبات الربيع العربي هذا صراح طبيعي تكون القوى المدنية تتصارع مع قوة يعني عقائدية هذا صراح طبيعي جدا يعني والخطر مو فيه الخطر في الهيمنة وفرض الوصاية على المجتمع الخطر هنا بعدم احترام للآخر ولا أن تكون تتباين وجهة النظر بين القوى السياسية في مصر ولا في الكويت ولا في غيره هذا أمر صحي ظاهرة صحية وعلى مقدرات المجتمع وتقسي الآخر هذا الخطر في محاولات اقصاء الآخر وفي مصري في مصر في محاولات اقصاء الآخر شن تعليقك على كلام دكتور أحمد الخطيب ذكر في فبراير الماضي الثقة التي حاز عليها الإخوان المسلمين في دول الربيع العربي بالإضافة إلى التحالف بقايا الأنظمة السابقة مع العسكر ومع الإخوان المسلمين كانت متناغمة مع الأحداث التي شهدتها الكويت أعتقد بالصدفة لا أعتقد أنه فيه تنسيق لا يوجد تناغم لكن لا أعتقد أنه فيه تنسيق شوف موجة الربيع العربي أثرت على الوطن كله على الوطن العربي كله من مشارق إلى بغربة أثرت في بغداء في العراق في الخليج في الخليج كلها بدون استدراء أثرت في منطقة الشر الأوسط والسودان وبريتانيا وبلاد الشام في الأردن وغيرها لكن هذا ليس بعناس أنه فيه تنسيق بين هذه القوة والأخوان المسلمين لا كلام هذا ليس صحيح الأخوان المسلمين لا يملكون هذه القدرة وهذه القوة وإن كانوا بعضهم يعتقد أنه لا يطرح يخدمهم سياسيا لكن أنا أعتقد ما يحدث هو أمر ليس صحيح الأخوان المسلمين في مصر لهم نفوذهم ولهم علاقاتهم ولهم أيضا حساباتهم ويمكن مع النظام السابقة ناجلة ولا أحب أنا من من الناس الذين يحب يفتي ويحل المشكلة في وطن أساسا هو مملم في تفاصيلها من العلم بما نقع نتكلم مع الأمين العالم المنبر الديمقراطي ولمنبر الديمقراطي تاريخ يعني لا تاريخ طويل جدا ولا كثير من الآراء تتعلق بالوضع العربي موضوع يعني موضوع العروبي موضوع القومي في التالي لها ارتباط بشكل أو بآخر في موضوع المنبر الديمقراطي أنا تقريبا شرفت على الانتهاء تونس ليبيا موضوع العراق في موضوع البحرين تحديدا كان للمنبر كان لكم بيان في فبراير الماضي بناسبة الذكرى الثانية اللي انطلاق لحراف الشعبي أصدرت بيان ذكرت فيه دخول المعارضة في حوارات مع السلطة وفق المرئيات الوطنية من شأنه انهاء حالة الاحتقان تعتقد أنه ممكن حالة الاحتقان في البحرين الآن تنتهي؟ هذا أمر يقدرون الأخوان البحرين وهم يقدرون آلية الحوار وآلية انتقالهم من حالة الاحتقان اللي هم يمرون فيها إذا أبعدوا نفسهم عن توجه طائفي أنا متأكد أنه راح ينجوا هل يوجد توجه طائفي عندهم؟ يعني أنا أعتقد هنا التناقم صعر يعني ما حدث للأسف المدبح اللي صارت فيه في دوار اللؤلؤة تحديدا كان قبلها والعهد البحريني أبدأ في موضوع الحوار وكانت لا شيء زينة لو لا بعض التصريحات اللي اصدرت من بعض الفعاليات اللي أنا شخصيا أعتقد أنها أنها تصريحات مشبوهة في القفز إلى الدولة الإسلامية أنا أعتقد هذا انحراف ولا هذه مطالب كانت مطالب الحراك البحريني في ذاك الوقت أنا أعتقد هذه ممكن نكون فيها تناقم مع بعض أطراف السلطة والبحرين ربما ولا بالتالي ما الذي استجد حتى تظهر هذه المسألة في ذاك الوقت تحديدا في وقت اللي الأمور لا شيء فيه ترى أن هناك صبغة طائفية في حراك المعارضة في البحرين اليوم عند بعض أطرافهم هنا في بعض أطرافهم إلى أين تصير الأمور هناك أنا أعتقد انتراج طريق مزدود شوف لن يصح لن يصح مدام أي شعب من شعوب العالم يطالب يعني في تغرير مصيرة بشكل سلمي وبشكل حضاري ومشروع واضح تجتمع على الأمة اللي وياها أطراف أخرى في نسيجة الاجتماعي مو بس أه أنا أعتقد تنجح أي حراك بيختزل صراحة في نفسه أو في شخصه أو في مجموعته لن ينجح طيب أنا وعدتك أنه رح أعطيك آخر دقيقتين كلمة أخيرة تقلتها في خمس دقائق أنا للأسف ما عندي خمس دقائق ما أمتلك خمس دقائق الحين بس عندي دقيقتين رح أخليك توجه الرسالة اللي أنت تبتتوجهها لمشاهدين حلقة الليلة أنا صراحة لذلك أنا حرصت أني أطرحها في بعض المحطات من خلال كلامي أنا أكد هذه المسألة مهمة جدا يا أخوان يعني مطالبتنا في الإصلاح لها ضوابط وضوابطها دستور 1962 ما في شي عندنا غيره نبدأ ننطلغ منه هو الأرضية الصلبة لتحقيق كل مكاسبنا كل ما نشاء سواء من فينا مشارك في الانتخابات الماضية اللي هم بيقوا سيد الأزرق أو البرتغال المغاطر إذا لم نجتمع على دستور 62 اللي اجتمع عليها بعد الأولين لنت كلنا قائمة ورح نضيع مثل ما اجتمع هذا الوطن الجميل اللي بدأ في أرض قاحلة ما فيها أحد اجتمعه على الأمن والأمان وجود مجاميعه من كل مكونات من مشارك الأرض بقاربها اللي جونا من بارفارس واللي جونا من العراق واللي جونا من الجزيرة العربية كلهم كوناوا وطن على أرض قاحلة شو اللي جمعهم جمعهم اندماجهم اجتمع هذا الوطن هذا المجتمع باندماجه وحقق رؤية وحول هذه الأرض اللي لا زرع ولا ما يفيها إلى واحة ميناء تجاري اجتمعت عليه أقرانهم توافدوا والحوار بينهم مفتوح ما في بينهم أي فروقات ولا في بينهم أي عدوات لا نجعل لأحد مهما كان معزته وغدره عندنا أنه يضرب بس فين بين مجتمعنا نحن حريصين على وحدة الوطنية نحن حريصين على نظام الحكم في الكويت ما في أحد لا من الحراك السياسي ولا من المؤيدين ولا معارضين عنده شك واحد في المئة عندنا فيه في مسألة قلب النظام هذه كلام افتراء وغير حقيقي لنحن نحتاجين بعضنا بس نحتاجين نوفر مناخ صحي يجمعنا نتحاور فيه بصدر رحب على هموم وطننا على كيفية انتقالنا إلى مرحلة آمنة وأنا أعتقد الكويتين قادرين فيهم من الإبداء ما ممكن ينشلهم من هذا الموقع إلى الموقع وللعلم معظم اقتصاديين مخوفيننا في مستقبلنا المظلم لذلك علينا نتلاحق الوقت ونتلاحق أنفسنا بينغاد وطننا والقادرين شكرا لازم نتلاحق الوقت لأننا وصلت طفت الدقيقتين كل شكر لك من العام للممبر الديمقراطي الكويتي سيد بندر خيران على تشريفك وحضورك للمرصة على أمل أن نلتقي معك مجددا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا الكرام شكرا الموصول لكم موعدي معاكم يوم السبت القادم ساعة عشر في أمان الله شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم